حتى وزارة البيئة في نزع فتيل الأزمة التي سببتها التعديات على محمية ودي الرايان بالفيون بين مجموعات من السكان وأحد الأديرة القبطية وذلك بتوطيع اتفاق بحضور كافة الأطراف المعنية هذا الاتفاق شمل العديد من البنود أهمها أن أراضي المحمية وإدارتها تقضع للدولة ممثلة في وزارة الدولة لشؤون البيئة وجهاز شؤون البيئة وهو المعني بكافة جوانب الإدارة اتفاقية مبدئية بمثابة أساسا للعمل الدائم وبداية للحل والتوفيق بين مصالح الرهبان والسكان المحليين لحل أزمة محمية وادي الرايان بالفيون بداية الحل أن نحن نوفق مبين مصالح الرهبان ومصالح السكان المحليين تتنازع على استخدام أرض أي محمية في العالم بيبقى فيه تنازع على استخدامها فيه سواء شركة البترولي عايزة تاخد الأرض أو سواء شركة صناعية تانية عزة وارضة أو ده وضع طبيعي جدا إحنا عندنا جزء ليه ما بعد السورة غواب الأمن كويس تم بناء صور الصور ده منع السياحة البيئية في المنطقة كويس فإحنا بنحل المشكلة إن إحنا ندير هذا الصور لأن ده أرض أساسا لتاعة الدولة محمية طبيعية ملك للدولة اتفقت الأطراف المعنية على أحقية السكان المحليين من أهالي المنطقة في ممارسة الأنشطة السياحية البيئية بمنطقة العيون وكذلك الأنشطة الاقتصادية بالمناطق المسموح بها كما أكدوا على أحقية الدير في ممارسة الشعائر الدينية والأنشطة الضرورية للمعيشة فكان حصلنا من التعاديات مش من أهالي المنطقة على رهبان الدير فاضطروا رهبان الدير إن هم يقوموا بعد بناء الصور كانوا من حماية للدير والرهبان وحماية المحمية نفسها ممثلوا الدير من جانبهم أكدوا على أن فكرة بناء الصور جاءت لحماية الرهبان والمحمية ولم يكن المقصود منها إطلاقا الاعتداء على أرض الدولة نحن نعمل شيء نعملين عيادة جنب الله عمتا بالنسبة لنا نحن مفيش أدنا مشكلة خالص مفيش أدنا مشكلة خالص بس هو الفرق إن إحنا صور الخار إن إحنا إغلبية شغلنا نحن بتاقض أراضي ولا كان ينزمنا من تجيتوا قبل كده قلتوا لنا تعالوا قلوا جنبينا هنا في العنى بابعة حصل؟ قلتوا تعالوا بس إحنا مش نزلنا أعارض ولا عالي الحوال فليتوا إن إحنا بس حفاظنا على المحمية وحفاظنا على مكان عكاسية بقيدة هذا وقد أكد الجميع على أن الوضع الراهن بمنطقة العيون الطبيعية بمحمية وادي الريانة ليست له أي بواعث أو أسس دينية أو طائفية ولكنه اختلاف بين مصالح متعارضة على استخدام الأرض والعيون أمل صبري نهاية النشرة هذا تذكير لأبرز مجاة فيها مرسي والسيسي يفتتحان عدة مشروعات نفذتها القوات المسلحة ورئيس يشدده على أهمية التدريب المتواصل ورفع الكفاءة القتالية للجنود استنجار المعارك بين قوات الأسد والجيش الحر في حال حماء وحلب وتركيا تفحص عينات دم للمصابين ربما تعرضوا لهجوم بسلاح تيموي سيف الإسلام القذافي يمثل ومن محكمة الليبية لاتهانه بالمساسي بأمن الدولة ومحاولة التنصيخ مع بصد من المحكمة الجنائية الدولية للهروب من ليبيا تأتي لهنا الطانورامة الثالثة ولكن مزيد من التفاصيل يأتيكم على رأس الساعة مع موجز لأهم الأمباء إلى اللقاء موسيقى